يا مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة من جولات ستوديو الأبطال ألعاب الصلاة وجولتنا النهاردة أكيد هي المباراة الختمية ما بين منتخبية مصر والمجر ضمن بطولة كأس السادات الدولية لكرت اليد لمنتخبات الناشئين تحت 20 عام نهاردة اليوم التالت على التوالي لأيام هذه البطولة الحقيقة أننا بدأنا بث هذه المباريات لحضراتكم طبعا على شاش قناة النادي الأهلي حصريا وعلى الهواء مباشرة سواء المباراة الأولى الرسمية ما بين منتخبية مصر ورومانيا واللي انتهت بنتيجة 31-29 لصالح منتخبنا الوطني طبعا ومباراة الأمس اللي أقيمت فيه تمام الساعة الثامنة مساء طبعا الانتهت بفوز منتخب رومانيا على منتخب المجر نتيجة 33-31 والنهاردة ان شاء الله يكون الحظ والفوز هو حليف منتخب مصر للناشئين تحت 20 عام ويفوز بالنسخة الأولى من هذه البطولة اللي بتدعم الحقيقة لعبة كرة اليد يمكن زي ما احنا اتكلمنا عن شركة استداد للاستثمار الرياضي وقد ايه هي بتدعم الحقيقة مختلف اللعبات ولكن الحقيقة يعني بطولة هي الأولى من نوعها فأكيد كان مهم جدا ان احنا كفريق عمل شاش قناة النادي لأهلي ننقل لحضراتكم كل ما يخص هذه البطولة منذ بدقها وحتى نهايتها ان شاء الله النهاردة في اليوم التالت على التوالي خلينا نتكلم شوي طبعا النهاردة هيكون معانا استوديو تحليلي مفصل لحضراتكم عن كل ما يخص الأجهزة الفنية سواء لمنتخب مصر أو منتخب المجر الحقيقة منتخب مصر كان واجه منتخب المجر في مباراة ودية كانت قبل انطلاق هذه البطولة رسميا كانت قبل يعني يوم الحقيقة من انطلاق هذه البطولة رسميا كانت مباراة ودية ما بين الفريقين شفنا الحقيقة يعني سواء منتخب مصر أو منتخب المجر كانت مستوياتهم حيئة متقربة بشكل كبير ويمكن كمان كان منتخب مصر ومنتخب رومانيا كانت مستوياتهم متقربة يعني الحقيقة زي ما احنا نقشنا مع حضراتكم كان فيه عدد من الأخطاء على مستوى فريق رومانيا وأيضا فريق مصر ولكن الحقيقة أو منتخب مصر ولكن الحقيقة كل هذه الأخطاء يعني يمكن تكلمنا فيها هنا في الستوديو التحليلي أكيد منتخب مصر قعد بشكل قوي جدا لمباراة اليوم اللي هتنطلق فيه تمام الساعة السادسة مساء إن شاء الله وكمان هيكون معنا أكيد بس مباشر على الفيسبوك بيج كمان لشاشقنات النادي الأهلي أي حد من جماهير النادي الأهلي وأي جمهور بقى بيتابع لعبة كرة اليد يقدر أنه هو يتابعها معنا سواء على شاشقنات النادي الأهلي أو من خلال البث الرسمي على الصفحة الرسمية لقناة الأهلي زي ما أنا بقول يمكن إحنا كان عندنا راحة مبارح منتخبنا الوطني طبعا للشباب أو للناشئين تحت 20 سنة كان قدر أنه هو يعني يحصل على راحة مبارح ويمكن ده عدد من العوامل بتؤهله أنه هو يكون صاحب اليد العليا في مباراة اليوم الحقيقة أن مبارح منتخب المجر مقدرش أنه هو يعني يحسم المباراة لصالحه يمكن داخل المباراة النهاردة بمعنويات مش مرتفعة على قد منتخب مصر طبعا وأكيد الخسارة الخاصة بمباراة الأمس أكيد مؤثر عليه بشكل كبير جدا أيضا يمكن مش بس المعنويات ولكن المجهود البدني كمان اللي كان موجود مبارح يمكن هما ما حصلوش على راحة يمكن كانت مباراة الأمس وعلى طول مباشرة هيكون عندهم مباراة اليوم دي كلها يمكن عوامل لازم كابتن طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر أكيد وضعها في عين الأتبار وأكيد اشتغل عليها مبارح الحقيقة الجهاز الفني لمنتخب مصر كان حاضر مباراة رومانيا والمجر منذ البداية وحتى النهاية طبعا كانوا يمكن بياخدوا بوينتس وبياخدوا هايلايتس عن أبرز الثغرات اللي ممكن يستغلوها في صفوف منتخب المجر ده كله أكيد هننقشه النهاردة في الستوديو التحليلي الخاص بينا اتكلمنا عن فكرة دعم شركة استادات للإستثمار الرياضي لهذه اللعبة شايفين أن هي بتقام قبل أيام قليلة جدا من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد واللي هتقام إن شاء الله أيضا على صلاة استاد القاهرة زي ما هذه البطولة كانت بتنطلق على صالة اتنين باستاد القاهرة الحقيقة أن ده كان خير بروفا أو خير إعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي هتنطلق إن شاء الله يوم 17 من شهر يناير الجاري وهتستمر حتى يوم 27 من يناير أيضا الجاري الحقيقة أن منتخبنا الأول طبعا منتخب كرة اليد هو منتخب قوي جدا من أبرز وأقوى المنتخبات الحقيقة في لعبة كرة اليد أكيد هنشوف بطولة قوية جدا زي ما احنا شفنا أيضا بطولة الحقيقة على مستوى على الرغم من هي بطولة ودية طبعا بطولة كأس استادات الدولية لكرة اليد على رغم من هي بطولة ودية ولكن الحقيقة كانت تنظيم على أعلى مستوى الاستضافة كانت على أعلى جودة والذي اللي تكلم فيه كل طبعا الأجهزة الفنية سواء لمنتخب الماجر أو منتخب رومانيا الحقيقة شايفين على وجههم كل الرضا والحقيقة كانت روح رياضية كبيرة جدا بتجبع بين كل المنتخبات